اشتركوا في القناة 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 تصلح بناتنا هادي كاينين وكاينين حالة أخرى اللي فيها مشاكل فإذا انتي جوهارة إلا بغيتي تقولي واحد الأمر لراجلك غتقول له شوف أنا عائلتك الحد الآن ما تنعيب عليهم تحاجة يبنوا لي مزيانين إلا فعلا هادي كده مصحيح سمعيني مزيانة جوهارة شو ما غتقولي ماماك خالتي هذا ولا الحجة ولا شنو كتقولي لها عزيزة عندي وتنطلقها يعني كاين صوابين تقوم غتشوفي هاتا هي وش من صوابة معاك غتشوفي هاتا هي وش حنينة من كلامها من نظراتها من كلامها على الناس جدي معاها مواضع شوفيها شنو غتقول لك شكي لها من شي واحد شوفيها شنو غديتقول لك هدري معاها على شي أمور مثلا تخليها تعود لك على نعاسهم على فياقهم على ماكلتهم على شرابهم على تربيتهم كيف اشترب أنا كنت أتول خاطب ديالي هم فياقهم وما شتح حن عزنا وما تحفي فقه بكري هم أصلا نشت في أبعاد عدم في العربية يعني غتقيت فقه بكري أيو هاك اذا شمري من دابا ونقول لك وماشي مسألت شوف الاختلاف ماشي هو الإشكال نحطارم هادا تين اس بزاف وهادا تين اس شوية هذا ما عنش في إشكال هادا تين اس بزاف هادا ما يعيب على هذا وهذا يحطارم هذا هاد عنده هاد العادة وهذا عنده هاد العادة لما يحصل الزواج انتي مامو الفامك اتفيقي حتى الواحد الوقت تجي يتفيقك في ذيك الوقت اللي قال لها رأسها هي خصها تفيق فيه وممكن حتى لما فيقاتك شي يعني بدق عليك ولا تقول لك فيقها بنتي ولا فيقها خصك تصوبي الفطور وصوبي الفطور للراجلك ولا لينا ولا الحماك ولا شي حاجة ممكن انها تنوض وتقرقب وتصدع وما عفت شنو تدير يعني بالصيف باش انتي تنوضي او لا او لا بدون قصد احنا ما ننسيوش النوايا كي الناس لي معنهم غارض انتي ديك شي غي يقلقي غي عصبك ربما هذي امتيلا كتوقع هذي امور ربما ببعض النصرة بسيطة عليش كنهضروا عليها ولكن انت توقع فيها مشاكل هذا مجرد مثال وقس على ذلك بزاف الحويجات فكتولي انتي كتوقع وش انا منعسش هيمزيان انا نعاسي خفيف مثلا ومنعسش بكري بالليل الحاجة طاحت نعسات مع التسعود بالليل انا منعسات اللحظاش تناش والحاجة بغت ننفيق بكري والحاجة يعني كان اختلافات كتير لا في السن ولا في الفكر ولا في علاقة زوجية ولا هذا وبغت تكوني نموذج لها اذا هنا غتشوفي كيفاش هما كانوا كيتعاملوا مع ولداتهم لما كانوا صغار كيفاش هما كيتعاملوا مع الضيف لما تيكون عندهم وكيفاش انا اقولها بحالك داي يعني شوف العدد ديالك قولي هلا ما تحشميش ولا حاجة انا رمت انفقت الوقت فلان فلاني شوفي يشنو هتقولك شوف ما تحشميش هجوهارا هتعيش معها غادي تقولي لها هاد الامور كل هالي انتي وتخليها حتى هي تقولك تشوفي ولداتها معاش كيفيقوا إلا كانوا خدامين وسيفيقوا بكرر هذا امر عادي تيفيقوا بطبع الحال وغادي يحترموا لك انتي شوف احنا حطينا اولا وقفنا عند هاد النقطة ديالنعاس وديالفياق باش نبينوا بانهو كين امتيلا قيصوا عليها انتوما قيصوا عليها اولا ممكن نقشو فكرة اخرى اللي هي مشابهة نكمل لك الفكرة بعدا اللي بديت لك ديال انهو انتي خصك تكلمي مع رجلك قوله شوف انا يلا قبلت وغادي نقبل نعيش مع واليديك اولا باش نرضيك ولكن شوف رهما نضملكش بانهو غا نستمروا معهم دايما نديروا في البرنامج ديالنا انهو نتاقلوا البيت مستاقل ايقولك واخا ان شاء الله ولا يسترلي الله ولا تزدت ليه في الخلصة ولا وليس بيه خير وعلا خير ولكن قد قوله شوف شوف الله يحفظك والله يكرمك انا تنبغيك وتنحصار مك وتنتا نفس الامر باش نعيشو مهنين سواء والديك مزيانين اولا سواء خيبين سواء والديك انا مزيانين ولا والديك خيبين اخنا احنا خصنا نعيشو مستقلين باش نهار اللي نقول لك شوف السيدي انا ربما راما طيب بعد ينا ما توفقتش قول لرمشي انا داخلة بسوء الظن اولا داخلة ما بغى شي انت عامل مزيان اولا ما كادا ولكن هادي طبائع بشارية والشرع طاني حقي في اني نكون بحديتي بغى يقبل هو هاد الوضع مرحبا ما بغى شي الله يسترلك في زوج اخر وفي خاطب اخر حين دابا ديك العشق وديك الانجيدة بهذا تيكون ولكن بعد لما تتولي المشاكل تيبدأ يطفى فكيولي انسان تيبدأ يقلب على الاستقرار وعلى التوازن نفسي دياله وعلى غير ما يكون شي مكساء وما يكون شي حازين فما كيبقاش يبن ديك العشق وديك الجيداب وديك الشي فإذا شوفي رب حلا غادي سبني واحد دار رقبل ما تقل بي غادي تشري الصالون فلان فلاني ولا طلمت فلاني واش غتبدي بتطلمت وتبدي بالصالون والطبالي والكوزينة تشري لها المميعنات دياله وانتي بقي ما طلعت لأساس لاوالو إلا كتبدي بالأمور الأساسية فإذاً غتبري معه وشوفيه ورد الفعل دياله وقل له رشوف رفعية لحظة نقدر نقول لك أجي نخرج من هنا ونشيون كريو أو لنشيون دارنا أو لشوف وقل له عافق ديك الساعات ما تقول ليش بأنه أنا ما مستعدش ولا ما عندي شي فلوس أولى من دابة من دابة تنفضل أنه تكرية لله جوج بيوت وكوزينة ولا بيت وكوزينة أولى 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 وتكوني أختي مستقلة ومرتاحة عندك الطاقة النفسية وبغيتي تطبري وتمشي مع عدوزتك وتقومي بيها ومشي مشكلة تختلف معك في الطبع وتفيقك بكري وتكلفك هي في البادية وغادي خصيك تديري شوف الطبع دي للبادية مشي أولى المدينة انتي بنت المدينة ربما وغادي تمشي للبادية هذا كي يجيني أمر شوية صعيب يجي صعيب خصوصا لما كتشاركي مع ناس اللي عندهم عقلية مختلفة ما زال لغا تمشي للبادية وغا تعيشي بوح ديتك وتفيقي ووقت ما بغيتي وتطيبي غدرتك وتنأسي وقت ما بغيتي وتفيقي وقت ما بغيتي شي نهار مبغيتي شي شي طيبي ما الطيبي شي شي نهار مبغيتي شي تغسلي مواعا ما تغسلي شي نهار اللي كي ينا رجلك انتي ويا بريده طيب وغادي غادي وما تطيش ولو هو اللي بغاي نوضي طيب انتي عيانة ما يرضى شاي نوضي قدام هاي طيب ما يرضى شاي يعاونك فادي ما غايدة اتولي وفي المشاكل غتولي كده إلا إلا كانت هي أم حنون وتكون أم لك حتى نتي المرأة اللي تلمس لك العذر وتعتبرك بنت من بناتها وتعتبرك كيف ما كانت لمس لعذر لبنتها لمس لك العذر حتى نتي إلا كانت هي حارة في بناتها رغتكون نتي فيك حارة كتراختي وهاتش اللي غادي نقدر نقول لك الله يوفقك ما تخلي شيء إطلاقا غير عاطفة هي اللي تجرك